اهلا بكم مشاهدنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في المنتصف منذ الاعلان عن اتجاه الانتخابات الرئاسية التركية الى جولة اعادة بين الرئيس رجب تيب اردغان ومرشح المعارضة كمال كليتشدار اغلو والانظر تتجه الى سينان اغان الذي حل ثالثا ويتساءل كثيرون عن مصير كتلته التصويتية في جولة الاعادة في الحقيقة بدأ هذا الحديث عن ذلك الامر حتى قبل ساعات من اعلان لجنة الانتخابات النتائج النهائية بعد ان بدأ ان اللجوء الى جولة اعادة هو الخيار الاكثر ترجيحا قبل بدء الانتخابات بدأ اغان في المركز الرابع والاخير بين مرشحي الرئاسة لكن انسحاب محرم انجا في اللحظات الاخيرة جعله يحل ثالثا بنحو 5% من الاسوات رغم ان بعض استطلاعات الرأي توقعت ان لا يحصل على اكثر من 2% فقط ولكن لم يتأخر اغان كثيرا في اطفاء ضمأ المتطلعين الى معرفة موقفه ولو بشكل نسبي حيث قال ان كلا المعسكرين تواصل معه لتهنئته لكنه لم يصل بعد الى قرار نهائي بشأن تأييد اي منهما مضيفا انه يتوقع التوصل لقرار نهائي بحلول نهاية الاسبوع المقبل لتجنب الغموض في هذه المرحلة اشتركوا في القناة